الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد وما يمر به الناس دائما يستدعي منا أن نقف مع الجميع لنتشارك في الرأي ونقف عند حدود المشاكل الكبيرة التي تعتري هذا الواقع الذي تمزقه بفعل الإهمال وعدم الاكتراف وعدم احترام المسؤولية فلا بد أن يكون هناك إعلاما مسؤولا حقيقيا يتعامل مع الأمور بجدية ومهنية وبلا إسقاطات الأبيض يقول له أبيض والأسود يقول له أسود والغلطان يقول له يا ولد عليك يا فك ولذلك كل شعوب الأرض الآن التي نراها متقدمة وفيها رقي وفيها أنظمة ديمقراطية وفيها حكومات منتجة للقيمة حتى وأن كانت لا تمتلك مواردا كالموارد التي نمتلكها وبالتالي خرجنا بخفة حنين هذه البلدان اهتمت كثيرا بالتعليم ووضعت قيادات حقيقية في هذه المؤسسات لأنه التعليم في أي دولة يشبه القلب أو الرئة في الجسد عندما تريد أن يكون لديك مجتمعا حرا نظيفا لا بد أن يكون للعلماء ولأصحاب الشهادات الاهتمام والمكانة الحقيقية التي تليق بوجودهم وأن تحترم هذه الشهادات وأن تخفف عنها المشاكل لذلك أنا في هذه الحلقة أقدم اعتذاري وأسفي للأخوة حملت الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وبالذات حملت الدكتوراه الذين كلفوني في أوقات سابقة بأن أتحدث عن مشكلتهم وكان من المفروض بالحلقة التي جمعتني مع الأخي العزيز الدكتور حيدر العبودي أن أتناول هذا وأدركنا الوقت والمحاور تداخلت بعضها مع البعض الآخر وفاتني أن أطرح هذا وتلقيت عتبا بألم حقيقة أنا وقفت خجلان من نفسي لأنه شعرت بالغلط وشعرت بالذنب فلذلك اليوم أعود مرة أخرى احتراما لهم وتقديرا لهم وأيضا لأنني قد قصرت في هذا لطرح هذه المشكلة من جديد على وزارة التعليم العالي وعسى أن نحصل على قرارات واعتقدوا أن السيد الوزير ومكتبه الإعلامي لا يبخلون عليهم ولا علينا بأن يتفاعلوا مع هذا الموضوع الحيوي ترجمة نانسي قنقر